مشاهدنا الأعزاء في كل مكان السلام عليكم ومرحبا بكم إلى كلام مباشر على المباشر عبر الشروق الإخبارية البارح كانت هناك حادثة ملفتة للانتباع عالميا محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي للبيت الأبيض هذه الصورة التي تظهر على الشاشة قابلت قوة الرصاصة قوة الصورة في مقابل قوة الرصاصة التي قيل عنها الكثير خصوصا أنها أصابت الأذن اليمنى للرئيس الأمريكي السابق فكانت الصحرة التي يمكن تسميتها صحرة القناص وأذن الرئيس والصورة التي أعقبت هذه العملية أو محاولة الاختيال بعد دقائق من إطلاق النار عليه انتشرت على نطاق واسع بالإعلام العالمي وبالإعلام الاجتماعي فيسبوك وإكس وغيرهما هذه الصورة صورة ترامب الملطخ بالدماء وهو يلوح الحشود الملتفة حوله بقبضته متحديا الموت في مشهد أعاد خلط التوقعات بشأن فرص فوزه في انتخابات الرئاسة وكأن ترامب كانت تنقص هذه الصورة ليتجاوز كل الصور السابقة التي أضرت بسمعته وتحديدا ما تعلق بالمحاكمات والمتابعات القضائية والفساد الذي تورط فيه وحادثة اقتحام الكونغرس وغيرها إذن الأحداث كما تعلمون جميعا كانت هناك محاولة اغتيال لدينا صور أخرى لدينا حتى تصريح هنا لأيام بريمر رئيس مجموعة أوراسيا لأبحاث المخاطر السياسية والاستشارات يقول في تغريد على إكس من مآلات الحادث مستندا إلى أن الأحداث المماثلة التي وقعت في بلدان أخرى في الماضي لم تنتهي في الكثير من الأحيان بشكل جيد فإنه في الوقت ذاته يتوقع أن صورة ترامب وهو يرفع كبضته في الهواء والدماء تسيله على وجهه بينما يحمله عملاء الخدمة السرية إلى بر الأمان ستتناقض بشكل كبير مع صورة الرئيس جو بايدن تعرفون الصورة؟ يعني وكأن ترامب كان يفكر في لحظة رفع يده في بايدن الضعيف بايدن المنهار بايدن الشيخ الكبير الذي يشكك أصدقائه قبل خصومه في قدراته العقلية لحكم العالم لحكم أمريكا ويقول ديف بورتنوي وهو رجل أعمال أمريكي معروف انتهت الانتخابات إنه الرئيس القادم يعني خلاص هذه الصورة وكأنها اختصرت الطريق على دونالد ترامب هذا رجل أعمال يقول انتهت الانتخابات والرئيس القادم هو هذا الذي يلوح بقبضته على الشاشة يجب على الديمقراطيين أن يستسلموا لا يمكنهم التغلب عليه الآن أكثر تعبير انتشرة في الأول الأخيرة في خطابات الإدانة وغيرها كان التعبير المرتبط بالعنف السياسي وتتوقع أقلية أن تكون عملية الاختيال ضارة بطرامب لأن الكثيرين مثلا كوستاس باناغوبولوس وهو رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة نورت إسترن يقول أن ترامب أجج نيران العنف السياسي والانقسام من أجل مكاسب سياسية مما أدى إلى تفاقم الاستقطاب في أمريكا بخطابه الحارق غير أنه أعاد قائلا أن الحادث يمكن أن يولد التعاطف مع ترامب الذي من الواضح أنه عرض للعنف السياسي وتطرف مثل أي شخص آخر بالمثل يعني لحظة تعرض ترامب لهذه العملية تشبه استفادة الرئيس رونالد ريجن من التعاطف والدعم الشعبي بعد محاولة اختيالها أثناء مغادرة فندق هيلتون في واشنطن يوم 30 مارس 1981 هذا الدعم ساعد رونالد ريجن وقتها على المضي قدوبا في مجموعة من السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل وإذا عدنا إلى تعليقاتنا نحن في الأمة العربية والإسلامية بناء على هذه اللحظة فلم تخرج عن التعليقات المعتادة والمتكررة مصرحية تمتيلية هوليودية فيلم هوليودي هذه ليست حقيقة مخرج بائس خناص مبتدئ كيف يصيب الأدن دون الرأس مباشرة وغيرها وغيرها من التعليقات فسوف نتحدث عن كل هذا مع ضيفي عبر خدمة سكايب الدكتور ميلود ولد الصديق وهو الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والباحث أيضا دكتور ميلود مساء الخير مرحبا بك مساء الأنوار أخي قدوبا بمتابعك الكرام أهلا بك طيب دكتور ميلود لو بدأنا من آخر شيء أنا أتحدث عنه وهو تعليقات نعبر الفيسبوك ومواكع يعني مصرحية تمتيلية نظرية المؤامرة هذه التي تحضر في كل حادث أو في كل واقعة كيف تفسرها هل هي بناء على معطيات بناء على شكوك أم بناء على عقلية تقليدية لم تخرج عن دائرة المؤامرة هو في الحقيقة إذا تعلق الأمر بترومب فإن ترومب فعلا كان كوميدي وممثل بارع وبالإضافة إلى ذلك كان اقتصادي وراجل الأعمال وتاريخه مثير ولربما هذه المعطيات الأولية تجعل ليس فقط للبيئة العربية والدائرة العربية بل كثير من المعلقين عبر العالم في الثواني الأولى من محاولة الإغتيال يعتبروا أن هذا الأمر هو لعبة من طرف ترومب يعني هذا ما كان ينقصه بين قوسين في سيرته الذاتية من أجل حصد الاستطلاعات الرأي العام ليكون هو الأول إذا تحدثنا حول البيئة العربية بطبيعة الحال نحن دائما عهدنا تفسير الأمور تفسير غير علمي تفسير غضائي نظراً للحالة الهائجة المتمثلة في انقيادنا لوسائل التواصل الاجتماعي التي في الحقيقة منقادة من كثير من المؤثرين ولكنها لا تعبر على حقيقة الأمر بينما المصادر الرسمية من كانت تتريث وتعالج الأمر على أساس أنه محاولة اغتيال إلى أن عبر عن ذلك جهاز الخدمة السرية ومعه الـ FBI أن فعلاً ما وقع البارحة في بنسلفينيا هو تقريباً محاولة اغتيال العارم أنت تعرف جيداً أن العارم العربي اليوم خصوصاً في ظل التغييرات وما يقع اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة كل تقريباً الزاوية اليوم منحاصرة ومنقادة نحو ما يمكن أن يفعله ترامب هذا المجنون الذي لا قدر الله لو تم انتخابه بطبيعة الحال سوف يؤثر 180 درجة على الأحداث وسوف يطلق لإسرائيل كي ينصيون العنان في الاستمرار في ضرب غزة ربما من هذه الزاوية الكثير من المحللين أو من المبتدئين يحاولون أن يعطوا صورة عامة لما يقع لكن مع مرور الساعات والأوقات تبين فعلاً أن ما تم كان عبارة عن عملية اغتيال يعني حتى تعرفنا على هذا الذي حاول اغتياله وهويته وأنه ديمقراطي وقدم تبرعات إلى الحزب الديمقراطي ومن أين جاء مناسب خيقادة هو ليسا ديمقراطي توماس ماثيو كروس الذي يبلغ من العام العشرين سنة هو مسجل كجمهوري ولكنه تبرع في سنة 2021 تبرع في سنة 2021 للحزب الليبرالي المحسوب الداعم للحزب الديمقراطي في سنة 2021 لكنه مسجل كجمهوري وهذا الشيء الغريب ليس هذا وحسب أن توماس ماثيو كروس الذي يبلغ من العشرين سنة لا يمتلك في أي سجلة تقريباً جنائية وله سيرة حسنة وتخرج من الثانوية العامة في سنة 2022 أنت تعرف كما يعرف الجميع أنه حينما يتعلق الأمر أن يكون جمهوري وأن يكون أبيضاً وأشقراً وأن يكون محسوب على الجمهورين ومن أصل من بنسلفانيا من مدينة الأغلبية فيها للبيض فلذلك حتى وسائل الثقيلة سواء كل القنوات بما في ذلك عائلة ترومب زوجاته قبل قليل صرحت أن الذي قام بهذا الفعل هو وحش لم يرتقوا بكل ما قام به لم نسمع كلمة من قوسين ومن ظفرين إرهابي حينما يتعلق الأمر بكل هذا الحدث لكن لو كان الأمر متعلق بمهاجر من أصول هندية أو مكسيكية أو إفريقية أو أنه مسلم أو عربي لكن الوسائل الإعلامي كلها تحدث حول الإرهاب وضرورة التهجير وغير ذلك حتى يترى ألك مدى هذا التناقض في الخطاب الإعلامي الأمريكي وفي كذلك الخطاب الرسمي اليوم تتابع كل قنوات ليس فيه ولا إشارة إلى أن ما تم هو عمل إرهابي وإنما الوصف الموجود في القنوات الإخبارية العالمية أنه عمل وحشي أن هناك تنديد أن ما تم هو خطر على الديمقراطية الأمريكية أن هذا بين ظفرين كذلك يتم الإشارة إلى أنه عنف سياسي لا أكثر ولا أقل السياسي أكثر مصطلح تردد في خطابة الإدانة العنف السياسي بطبيعة الحال وهذا بالمناسبة ليس غارب على البيئة الأمريكية فالبيئة الأمريكية مليئة تاريخيا خصوصا فترة السينات منذ اغتيال آخر رئيس أمريكي 63 جون كينيدي تم تأسيس ما يسمى بالخدمة السرية ويعني تقريبا فترة السينات كانت فترة فترة مظلمة في التاريخ السياسي الأمريكي وشهدنا كذلك أو تم اغتيال المفكر والزعيم التاريخي مارتن لوفر كينغ في أواخر السينات 1960 التاريخ الأمريكي شهدت تقريبا اغتيال أربع رؤساء أمريكيين من بينهم جون كينيدي كاماكوت وإبراهام لينكولن وكانت هناك محاولات لاغتيالات لست رؤساء أمريكيين من بينهم رونالد نعم ريغان وجورج دابليو بوش وكذلك دونالد تروب مواقع البارحة ولذلك العنف السياسي على الهرم الأعلى في البيئة الأمريكية هذا ليس غريب ووجوده الآن هو ربما يرجى إلى فعلا أن هناك أزمة عميقة هناك تصدع هناك political cleavage في مستوى الهرم السلطة والأمريكي وهناك يعني هناك تقريبا أزمة عميقة بين الشباب من جهة والشيوخ وبين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وهناك كذلك نزاع حول شخصية دونالد تروب أصنع حتى حتى في الحزب الجمهوري قبل هذا الحاديث لم يكن هناك إجماع أنت تعرف ربما يوم 15 يعني منذ غادة 15 جوليا إلى غاية 18 جوليا في ولاية ويسكونسن الأمريكية سوف ينعقد الحزب أو مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سوف يتم فيه ترشيح الرئيس ترمب أعتقد أن مواقع سوف يعطيه زخة إعلامية كما عبرت عن ذلك جريدة بوليتيكو الأمريكية أن مواقع سوف يعطيه دماء جديدة ودفع جديد وإجماع موسائل الإعلام ورجال الأعمال دكتور مثلا الملياردير بيل أكمن أعلن تأييده للرئيس ترمب في استباق الرئاسة إيلون ماسك على مالك موقع إكس نشر هذه الصورة التي يظهر بوراءها العالم وهو يلوح أي ترمب بقبضة يده القوية وسط حراسه وعن هذه الصورة تحديدا ميلود ولد صديق وكأنها صورة مدروسة لو لا أن الحادث مع الوقاع والتحقيقات هو مفاجئ ومحاولة اغتيال ولكن الصور موظفة مباشرة دقائق بعد محاولة الاختيال كان هناك توظيف لهذه الصور لصالح الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق فعلا أحد الجرائد التي أشرت إليها سابقا ويا بوليتيكو قالت بالحرف الواحد أن صورة محاولة الاغتيال بوعيد يعني 25 ثانية من محاولة الاغتيال ستحفز القاعدة الشعبية لترمب تتجد بعد 25 ثانية أول كلمة والكلمة قالها لترمب هي fight and fight fight معنى قاتلوا 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 ولو حبي على مثل النصر هذه الإحاءة سيكولوجيا تؤثر حول عقلية الناخبين والتجاهاتهم للتصويت مجددا ودلالة على الثقة في النفس أن هناك فعلا هناك فارق كبير جدا بين هيئة وشخصية وكاريزمة ترمب من جهة وبيضا من جهة استطلاعات الرأي بعد نصف ساعة كما أشرت إلى ذلك سيانان البارحة 68% مع ومقابل 48% لصالح بايدن لذلك اليوم خلال 14 ساعة الأخيرة كل الأنظار الآن سياسيا وإعلاميا هي تجاه الحزب الجمهوري وتجاه ترمب واستطاع ترمب من خلال هذا الحادث أن يحرز فارق كبير بينه وبينه بايدن الذي يوصف بالناعس ويوصف بالشيخ بالهرم ويصف بأنه لا يصف هل يتم استيقاظه هل يتم استيقاظه لينجل بمواقع لترمب لا شك أن جانب التوظيف شكرا طبعا دكتور ميلود عدران مثلا هذه صورة وكالة الأنبال الفرنسية هي أقرب صورة لترمب تحت حماية حراسه قبل أن يظهر أيضا والدماء في أذونه مثل ما كانت الصور التي تم نشرها الآن التدعيات دكتور ولد صديق التدعيات تعرف هناك أيضا مقالات صدرت هنا وهناك تقول بأن لوبيات كثيرة لا تريد لترمب أن يعود إلى البيت الأبيض بل هناك مقالات صدرت في مواقع كبيرة ومحترمة تقول أن بايدن ضعيف أحسن من ترمب مزاجي يعني عندما نقرأ هذا ونتذكر ما قاله دونالد ترمب نفسه عندما قال أنهم يريدون التخلص مني قالها مرارا وتكرارا فهنا يمكن أن نربط ما بين حادثة الأمس وهذه التصريحات وكأن لوبيات السلاح والحروب وحرب روسيا مع أوكرانيا والحرب في غزة وغيرها كلها والنيتو الذي اجتمع لي احتفال بذكر 75 تأسيسه في واشنطن هذه المرة تكلموا كثيرا على مخاوف حقيقية من وصول أو عودة بالأحرى ترمب إلى البيت الأبيض شوف أخي قاله أن الانتخابات الأمريكية هي تقريبا الانتخابات الوحيدة في العالم التي تتابع من طرف الكون من طرف الكرة الأرضية لأن الأربع سنوات لأي رئيس من كانت ديمقراطية وجمهوري سوف تحدد معالم لا أقول سياسة الأمريكية القاعدية الثابتة ولكن بعض الجزئيات التفاصيل وترمب باعتبار الرئيس الخامس والأربعون كانت له بعض السياسات غير المستقرة وغير النظمة في التاريخ الأمريكي وهي مستفزة بالنسبة للحلفاء قبل الأعداء ومستفزة للداخل الأمريكي قبل الخارج الأمريكي ما أشرت إلي فعلا هناك تخوف هناك محاولة ليس اللوبي الصهيوني وغير ولكن اللوبي الاقتصادي بالضبط لأن ترمب من خلال الحملة الانتخابية الحالية هو يركز على أربع ملفات أساسية في الداخل الأمريكي يلف على تقييد مسألة الهجرة لعل قبيل عملية الاغتيال بخمس دقائق كان هو الملف الذي كان يتطرق إليه ترمب تقليص قلنا تقييد مسألة الهجرة وكذلك تقليص التدخل الأمريكي في الحروب ولعله يشير إلى الحرب الأوكرانية ونفس الأمر بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط وكذلك الرفع من قيمة التعريفات الجمهورية يقصد بذلك الصين ويقصد بذلك حتى الشركات الكبرى الأمريكية سواء متعددة الجنسيات أو في الداخل الأمريكي والملف الرابع المتعلق بالرعاية الصحية وعالم الأدوية وغير ذلك فلذلك كل هذه الملفات لها خصوص الملف الاقتصادي تعرف الآن المواطن الأمريكي أحيانا قد لا يولي أهمية للسياسة الخارجية لأنه ضعيف في متابعة الشأن الخارجي الأمريكي إلا لهم قبل تسع أشهر حينما استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن توضح مسألة ما يقع في الشرق الأوسط فرأينا هذه الثورة الطلابية في الجامعات الأمريكية أو في مستوى للشباب الأمريكي لذلك يعني أهم المواطن الأمريكي هو في الجانب الاقتصادي وفي الرعاية الصحية وفي من يوفر له أكبر قدر من المساعدة للرقي في مسائل الرعاية الصحية كما أشرت مسائل التوظيف ومسائل كذلك التخفيض من الضرائب سواء بالنسبة للطلبة أو بالنسبة للعمال وحتى في الشركات المتعلقة بالأسلحة المعسكر المركب العسكري هو يتخوف فعلا في حالة خفض أو تقليص التدخل الأمريكي في مختلف العالم أنه سوف يقلص كذلك بالمنبعات السلاح الأمريكي فلذلك هناك ما لا يجعل هذه اللوبيات تشجع أن يأتي ترومب لكن في الطرف الآخر هناك رجال أعمال أنت أشرت إليهم بين المؤسس منصة عفوا يعني مالك منصة X ليس أكيد بطبيعة الحالة حاجة في أنفسهم لأنه الآن ميزان القوى أصبح يتضح أن ترومب اليوم هو الأقرب إلى السلطة حسب استطلاعات الرأي العام ورأس المال جبن كما تعلم وأن دائما رجال المال والأعمال يحاولون التقرب من أساس الأكثر حضوذ لإعطلاء المشهد سواء في مسألة الرئاسة أو ما يتعلق بانتخابات الكونغرس الأمريكي صحيح شكرا لك دكتور ميلود والد الصديق الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقة الدولية كنت معي خدمة سكايب شكرا لك دكتور يا تكسا أهلا سهلا ولا يتغير يتغير كل شيء في العالم ولا تتغير المنهجية الصهيونية البشعة والوحشية في التعامل مع الشعب الفلسطيني دخلنا 282 يوم من العدوان الصهيوني على غزة اليوم ارتكب الاحتلال الصهيوني أربعة مجازل جديدة في القطاع المحاصر لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 38 584 شهيدا منذ بداية الحرب اليوم استشهد 17 فلسطينيا وأصيب 80 جراء قصف جيش الاحتلال الصهيوني مدرسة تابعة لوكالة غوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة أيضا كنا يعني مجزرة تنسينا في مجزرة كان من المفروض نحكي على مجزرة المواصي في خان يونس ولكن هذه مجزرة وكانت يعني العمليا تاع المجزرة التي وقعت أمس مجزرة مروعة استهدفت مخيمات النازحين في خان يونس بخمسة سواريخ ومصلة بمخيم الشاطئ ما أصفر عن إصابة واستشهاد يعني ما بين حوالي 400 ما بين شهيد وجريح البعض يتحدث عن المجزر والبعض يتحدث عن مفاوضات والاتفاقيات ولا ندري لماذا يركز البعض على الاتفاقيات في الوقت الذي هناك الجرائم والمجازر لا تتوقف ولدينا خبر ملفت للانتباه هنا حماس تقول نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد أن تكون قررت وقف المفاوضات الرامية إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرع واتهمت إسرائيل بأنها تسعى من خلال التصعيد ضد المدنيين في غزة لمنع التوصل إلى اتفاق طيب هذا كلام في وكالة الأنباء الفرنسية عن قياد كبير لم تسميه رغم أن نستمعنا إلى قياديين آخرين قالوا أن الاتفاقيات باتت يعني محل شك أنها موقوفة أو معلقة بسبب هذا التصعيد الوحشي ضد الفلسطينيين لكل هذا ولتحليل هذه الأخبار مع الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الفلسطيني معنا عبر خدمة الهاتف دكتور ناجي مساء الخير مرحبا بك مساءكم عزة ومساءكم أهلا 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 طيب دكتور ماذا لو بدأنا بهذا التعليق لأخير أو هذا الخبر اللي بنقول عن وكالة الأنباء الفرنسية عن قيادة في حركة المقاومة الإسلامية حماس يقول أننا لم نوقف لم نوقف المفاوضات الرامية إلى برام صفقة لتبادل الأسرة ومالكيان صهيوني يسعى من خلال التصعيد ضد المدنيين لمنع التوصل لاتفاق ما رأيك؟ لابد أن تذكير الإحتلال عندما يخوض هذه المعركة اليوم مع الشعب الفلسطيني ويقوم بهذه الهمجية الغير مسبوقة ربما هو يصير بالتجاهات متعددة يعني ليس فقط الجانب العسكري وليس الجانب حتى السياسي ولكنك في مجالات أخرى الجانب الإعلامي والجانب النفسي اليوم باعتقادي واللعب على الجانب النفسي هو يريد الإحتلال أن يمرر عبره ومن يوالي هذا الإحتلال طبعا سواء من المنظومة العحلية أو من المنظومة الغربية والمتحدة الأمريكية اليوم الاحتلال يعني دائما يعمد إلى محاولة كما تسمى بإحدى النظريات قبعة رجل القش بمعنى آخر أن الاحتلال والغرب والإعلام موالي لهم يريد أن يلفت النظر إلى قضية المفاوضات بعيدا عما تحدث من مجازر وبالتالي هذا يستطيع اليوم نجد أن الكثير من وكلات الإعلام تريد الحديث عن هذا الموضوع بغض النظر عن المجازر التي حدثت بالمواصل بالأمس وفي خانيونس واليوم في مدرسة اللاجئين لهذا وبالتالي كأنه الحديث عن مفاوضات وكأنه ألا قتل وكذا وبالتالي يريدون على الأقل طنص الكثير من الحقائق والكثير من السردية الفلسطينية التي ربما تغلبت وباعتراض حتى المراكز الغربية والمراكز الأمريكية على قدرة الصورة وسير الصورة ومجازية الصورة اليوم الذاتي أطلقت عليها حتى بعض من المراكز الغربية بصورة غزة يعني بمعنى آخر كأنه أصبحت طغة الصورة لثيقة بغزة إذن هذا الموضوع له بعد هذا من هذا الجانب الجانب الثاني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تقريبا سقط أخلاقيا إن لم أخل لسا تقريبا بل كل إلى الأثقان وبالتالي اليوم الغرب بحد ذاته هناك في ضغوطات داخلية والتباسات لنرى مثلا مظاهرات الطلبة لنجد الكثير النقرسيسية داخل أوروبا التحولات كثيرة جدا في داخل أوروبا وكأن اليوم الأوروبا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وربما هذا الأمر تجسد في وقفة بايدن قبل الشهر ربما لما وقف أمام حيث أنه أراد أن يذهب باتجاه هذا الموضوع أنه يطرح صفقة لهدنة أو الاتفاق دائم لهدنة وكذا شبه بهذا الكلام ودائما نجد أن هذا الموضوع مز بداية الطفان ومي يتحدثون عن هذا الموضوع ولكن دائما تطرح مبادرات ورافض تطرح مبادرات ورافض وبالتالي باعتقاد الإحتلال يريد أن يتلعب على هذه النقطة كما تلعب على الفلسطينيين قبل أثناء ربما أو قبيل حتى اتفاقية أورسلو وأراد إيقاع الشعب الفلسطيني أو القيادات الفلسطينية في مأزق ولكن اليوم المقاومة ربما تجيد أو تدرك هذه الأبعاد لهذا اللعب على هذا المأزق فدائما تقول أن المقاومة أنها ترحب هذه المبادرات ولكنها لا تقبل إلا بما طرحته في ورقته الأولى وهذا بحثاته منعطف جديد حتى في طريقة المفاوضات الفلسطينية التي لم تقبل على غرار حتى دولهم ربما ساقت لأعديد من التغييرات لهذه المفاوضات الهتلال اليوم يطلق أو ومن ولاه ربما يرمي بأوراق كثيرة جدا في قضية الهدن حتى يختلط الأبيض بالأسود وتختلط ربما كل الألوان اليوم المقاومة تقول ربما قالتها في وقت سابق بأنه لا يمكن أن ننظر في جميع هذه المبادرات يجب أن تجمع في مبادرة واحدة وهذا ربما ذكاء من المقاومة لأنه من قبل انطلت هذه الحيلة على الدول العربية ليست فقط على الفلسطينيين للأنزف الشديد وبالتالي إذن هذا أحيانا المقاومة عندما تصرح الفياسات الغربية كبايدن أو بعض المراكز الغربية بهذا الموضوع المقاومة تقول إنها مع الهدن نعم دكتور ناجي حتى الوسطاء لا يبدون في حالة في حالة أليحية يعني الوسطة المصري تلاحظ ربما هذه الاتهامات المتكررة من الجانب الإسرائيلي وردود فعل من الجانب المصري حتى اتهامات يعني بتهريب أسلحة مثلا وصلنا إلى هذه النقطة ولكن في الجريمة والمسجرة التي وقعت أمس في المواصف خان يونس سواء في المخيم النازحين أو في الشاطئ كانت هناك أكثر من قراءة البعض ذهب إلى المبررات التي وضعها نتنياهو وجماعته وعصابته الإجرامية الدموية في استهداف محمد الضيف مثلا أو بعض القيادين في حركة حماس ودون غير آبهن بمن سقطوا من المدنيين والبعض الآخر يعني أدانا المجزرة في كمحرقة كمجزرة بحد ذاتها يعني ما زلنا هناك تضارب حتى في تناول الخبر على مستوى الخطاب السياسي والإعلامي نعم لعدة أسباب لأنه أولا هناك الخطاب الإعلامي وإن كان الأراضي توحيده وجعله لسيقا بالجيش الاحتلال إلا أنه هناك وسائل إعلامية ربما تتساوخ بشكل كبير جدا مع المنظومة الغربية وبالتحديد مع المنظومة الصهونية حتى العربية أتكلم بعض الدول العربية بالأمس يعني ليه ملاحظة ربما الأمس وجد أنه هناك كان استعداد لكثير يعني حتى لبعض القنوات العربية بعض القنوات الأجنبية الدولية المغروفة طبعا حكي بعض القنوات المدعومة عبرية وبعض القنوات حتى العبرية والصهونية كأنها كانت تنتظر في تلقف خبر أنا باعتقاد الموضوع ليست هذا وإنما كما طرح يعني أن نتنياهو أراد أن يبحث عن مصر وهذا النصر ربما جاءته استعلامات على أنه المقاومة في هذه المنطقة فقام في قصفة وكانت وسائل الإعلام الغربية تنتظر بلهفة وحتى العربية كانت تنتظر بلهفة لأن يخرج نتنياهو مصفقا منتصرا ورافعا على نزواته ويقول بأنه حقق هذا المصر وقتل 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 ولكن فيما بعد بدأ هذا التضارب لأنه فيما بعد تبينت أن هناك في خطأ حتى اليوم الإعلام العبري في داخل استباك كبير جدا هناك لم يكن الطيف ولكن كان أحب القادة اسمه سلامة أعتقد اليوم الإعلام العبري ينفي هذا بالكامل يعني فيه تضارب كبير جدا والأنكة من بعض الإعلام العرب الذي تسوق مع روية الاحتلال بدأ يخلط حاب البنابل وبدأ يريد تبريرات فوقع في تبرير ربما أنكة من التبرير الأول وجعلهم ناطقين ربما في مكان أفخاء ذرع إلى عدل هذا الموضوع حتى القانوات الغربية على سبيل مثال بعض القانوات الأمريكية وقعت في نفس الفق وبالتالي باعتقادي أن الأمر لم يكن هو قضية تنسيق بقدر أنه كانت الأمور ترغب باتجاه لأن هناك معلومات أمنية تفيد وبالتالي جاءت هذه المتزرة لعل هذا التبرير قبيل المتزرة يعني وفيما بعد المتزرة كانت تبريرا للإعلام العبري وبالتحديث لنا تانيه ومستشاري عندما قالوا أحنا وردتنا أنباء بوجود الضيف وأن قلنا بأننا يمكن أن يموت أرواح أشرة أرواح ولكن كانت سنحل المشكلة نهائيا هذا الكلام بحطات فيجب أن نتوقف عنده وربما فيما بعد تشل هذا الإعلام ربما بدأت بعض الإعلام الآخر يعني سواء عربة وأجنب للتبرير لنتنياهو هذا الفشل الزريع فباعتقال أنه كانت الأمور يعني هناك في طبخة معدة أو على الأقل في هذا الأمر ولكن اليوم تشل هذا الأمر لهذا التضارب الإعلامي أصبح غريبا جدا لأنه أصبح غير مضبوط ولا يقع ولا توجد معلومة وربما أن المقاومة أيضا في داخل غزة تكتمت على ماذا حدث في المواصل أو ماذا يجري وربما الآمن يعني باعتقاد أن نتنياهو أشف شوقا لرؤية أحد قادة المقاومة أو النافق باسم المقاومة ليخرج ليبين ما حدث لأنه الأمر أصبح غامضا حتى لمن يدعم لمن يدعم الاحتلال حتى إن كانت لوات مدهة مركية استخبارتيا والجسديا وحتى إن كانت بريطانيا وحتى إيطاليا وفرنسا ليست بباعدتين وحتى بعض الدول العربية التي ذكرهم مستشار الأمن القومي لهذا الاحتلال باعتقاد أن كل هذا الأمر اليوم في ضبابية في المشهد لا يعرفها إلا أصحاب المنطقة أو من كانوا في المنطقة باعتقاد المقاومة يمن تملك الزمان الأمر اليوم جعل هذا الأمر هذا التأخر المقاومة وعدم حديث المقاومة وعدم الرد من المقاومة من الإلامية نتحدث جعل الأمر أصبح طبابيا بشكل كبير جدا وهذا أصبحت فيه تضارب كبير جدا في هذا المنطقة في منظومة الإعلام الغربي والموالي الغربي الصيوني طبعا والموالي لهم وبالتالي أصبح هذا يناقض هذا وهذا يضرب في هذا وبالتالي كأنه استجمع وذهب زبدا والبحر يأخذ ما ذهب جفاء وزبدا يعني هكذا حدثت الأمر باعتقاد أن الأيام المقبلة ستتضح الصورة من خلال تصريحات إذا رافقتها صور وفيديوهات تبين بالضبط ما حدث لكن في النهاية هو فشل اليوم وبالتالي حتى صناع القرار في النطح الأمريكية بحق ذاتم والمراكز الدائمة لصناعة القرار في أمريكا اليوم تقول يعني حتى في هذه اللحظة نتنياهو يفشل مرة أخرى وحلفاء نتنياهو يفشلوا مرة أخرى إذنى الدلالة على أنه أيضا عملية المواصم هي إلا عملية إجرامية أريد لها تبريرات يا أخو دعني أعود لك يعني تسمحت لي يعني في 82 يعني في سنة 1982 بالضبط قام الاحتلال بقصف عمارتين سكنيتين على الأساس أنه يوجد فيها الرئيس ياصر عرفات أنا ذاك أو أنا ذاك نظمة التحرير أنا ذاك وبالتالي ولم يكن ياصر عرفات في تلك العمارتين وما تقول ما في العمارتين في 82 وحينها قالت الاحتلال بنفس الجملة قال قصفناها لوجود عرفات الذي هرب من العمارتين وفي حين أثبتت فيما بعد تبين أنه ياصر عرفات لم يكن أخصم في العمارتين واليوم أشبه الأمس باليوم أخي صحيح صحيح شكرا لك دكتور رعيد ناجي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا عفو نذهب إلى فاصل مشاهدين ونعود بعدها إلى كلام مباشر مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء في خبر الآن عن الديوان الوطني للإحصائيات سجلت الجزائر في سنة 2023 ارتفاعا معتبرا في متوسط العمر المتوقع وأوضح ذات المصدر أي الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التحسن الملموس راجع لعديد المؤشرات سيما منها المرتبطة بمستوى متوسط العمر المتوقع في الجزائر الذي بلغ 79.6 يعني 79 سنة خلال السنوات الأربع الأخيرة وجاء في بيان الديوان أن هذا التقدم يدل على الجهود التي تبدلها الدولة من أجل تحسين رفاهية سكانها سيما خلال السنوات الأخيرة التي قامت فيها السلطات بتبني سياسة طموحة تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنظومة الصحية للبلاد علاوة على عوامل التنبية الشاملة ويقول أيضا ديوان الوطن الإحصائيات في تفسير هذا الرقم أي متوسط عمر الجزائي 79 سنة أنه يعود أيضا إلى المشاريع المحققة في إطار التزامات الرئيس المرتبطة بمجال الصحة على غرار الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها والتكافل الصحي وإعداد دليل عمل حول صحة الأمي والطفل وقد سجلت وفيات الأطفال انخفاضا في السنوات الأخيرة طيب هناك شرح وحديث عن التغطية الصحية وغيرها وغيرها ولكن دعوني أبحث عن تفسيرات ربما بشكل علمي أكتر مع ضيفي عبر الهاتف البروفيسور مصطفى خياطي وهو رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث بروفيسور خياطي مساء الخير مرحبا بك أهلا بك مرحبا بك مرحبا بك بروفيسور خياطي مساء الخير مرحبا بك طيب وأيضا كان صاد صوتي مدابية الزملائي نحولي صاد الصوت هذا في الكلام أيضا انخفاض خلال تحسين العلاج فيما يخص الأمومة والطفولة كما يتعلق الأمر أيضا ببرامج وطنية للوقاية والتكفل بالأمراض المزمنة على غرار داء السكر وارتفاع ضغط الدم يعني من بين الأمراض التي كانت ربما تسبب وفيات كثيرة للجزائريين هي داء السكر ارتفاع ضغط الدم ويعني كل هذا التكفل بكل هذه الأمراض كانت عاملا أساسيا في ارتفاع في ارتفاع متوسط العمر لدى الجزائريين معايا البروفيسور مصطفى خياطي عبر الهاتف بروفيسور خياطي مساء الخير مرحبا بك مساء الخير وشكرا لأسفل وارحبا بروفيسور خياطي نعلق أولا على هذا المعطى الذي يتحدث فيه الديوان الوطني الإحصائيات عن ارتفاع متوسط العمر لدى الجزائريين إلى 79 سنة 79.6 ما رأيك أوليا في هذا الرقم يعني هو بالحقيقة نتيجة منطقية إذا رأينا ترتيب الجزائر في الترتيبات تعلمون نظمة الأممية حيث الجزائر هي مرتبة الثالثة إفريقيا ويسبقها إلا لزيل سيشال وموريس فهو يعني في جزر صغيرة وبالتالي نطبع نقول أن هذا المرتبة الأولى وبالتالي هذا الترتيب يبين أنه عنده مؤشرات أخرى منها ما ذكرتم يوم معدل العمر اليوم ليبين أنه كان فيه حقيقة يعني تطور فيما يخص المؤشرات تعالصحة وتعالسكان وإلى آخره طيب الآن كيف نقوم بإعطاء هذا الرقم 79.6 أو 79 سنة حتى يفهم المشاهد هل بناء على قلة الوفيات في بعض الأمراض التكفل بها على غرار داء السكر يتفاع دغط الدم لأنه لما نقرأ التقارير بروفيسور يتحدثون أيضا عن انخفات في وفيات الأطفال وهذا معطى آخر أعتقد مختلف على إنقاذ الأطفال لدى ميلادهم وليس متوسط عمرهم الحقيقة يوصلون لهذه النتيجة باستعمال عدة معدلات منها كما ذكرتم معدل الوفيات السنوي الإجمالي وفي هذا المعدل يحبب منه معدل الوفيات تاع الأطفال ما دون السنة الأولى وما دون السنة الخامسة ثم هذا التسجيل نكون على عدة سنوات وبالتالي ممكن أننا نخلص إلى معدل سنوي الذي قدمته أو قدمه دون الإحصاء وإذا رأينا ربما السنوات السابقة نشوف أنه هذا المعدل بدأ يرتفع سنة من بعد سنة إلى الوصول إلى الرقم القياسي الذي وصل إليه اليوم وهذا الرقم بالنسبة للرجال وكان بالنسبة للنساء وكان معدل عام اليوم يشوفوا أنه معدل حياة عند الرجال هو أقل منه عند النساء ولكن هذه ظاهرة عالمية يعني ليس خاصة باللغاية وهذا المعدل عند الرجال هو 77 سنة تقريب بنفس المعدل الذي نراه في بعض الدول الأوروبية طيب دائما ما يتم الربط وأنتم بروفيسور قمتم بهدف العديد من التدخلات ما بين مستوى معيشة الفرد أو متوسط عمره مع النظام الغدائي الذي يعتمد عليه هل تعتقد بأن النظام الغدائي للجزائرين المتهم دائما بأنه كان نظام فوضويا أو نظام يعتمد على أشياء سلبية أكثر منها إيجابية أنه ينتحسن نعم النظام الغدائي مهم جدا صحيح ولكن مشهل الوحيد الذي نستعمله لهذا الغرض كان كذلك كيفية إسكان الناس مستوى التربية لأن التربية كان عندها نعفاتات على كذلك نوعية الغداء كذلك التلوث إذن كان هناك عدة مؤشرات تأخذ عن الاحتبار وصحيح أنه مؤشر التغذية يلعب دور كبير شفنا أنه اليوم مثلا في أمريكا وفي بعض الدول الأوروبية التغذية تخلق مشاكل كبيرة لأنها هي السبب المركزي للسمنة وكذلك وكذلك للأمراض التي تنتج على السمنة منها مثلا مرض السكري رفع ضغط الدم وأمراض أخرى خاصة أمراض القلب الآن التقرير أيضا يقول بأن هذا التحسن راجع لعدة مؤشرات وهو يدل على أن هناك تحسن في الأربع سنوات الأخيرة يتحدث من 2020 إلى 2023 رغم أنه هذه الفترة تحديدا 2020 كانت وباء كورونا العالمي وأعتقد بأن الوباء لم يشفى منه العالم كليا كان هناك تقرير هذا الأسبوع عن مزيد من الوفيات وإن كانت ليست بالحجم الكبير الذي كان قبل أربع سنوات ولكن هل يؤخذ بعيد الاعتبار الأوبئة دكتور الأوبئة الطارئة التي ليست دائمة وكل الوفيات حتى وفيات الأوبئة ولكن فيما يخص وباء كوبيد التي أشرتم إليه لما يشوف يعني الأعداد المذكورة في مختلف الدول يشوف أن الجزائر وبصفة عامة إفريقيا كان عندها يعني نتائج لا بأس بها بحيث أنه كان فيه تحكم نوعا ما في هذه الجائحة أما في دول أخرى الجائحة كانت خاطرة جدا خاصة لأنها مست خاصة كبار السن مثلا في إيطاليا كانت عندها أكبر نسبة لكبار السن في أوروبا مع السويد نشوف أنه عدد الوفيات كان كبير جدا وهذا أثر على متوسط العمر اليوم في إيطاليا مثلا هو تقريب 81 سنة بالنسبة العامة وربما شوية كبير بالنسبة للنساء ولكن سابقا كان أكبر و يعني سبب انخفاض نوعا ما بسنة أو سنة أو نص راجع إلى الجائحة التي أودت بحياة ألاف الناس كبار السن نقطة أخرى مرتبطة بتوفير الرعاية الصحية وتوفير الأدوية دكتور الجزير كانت قد خصصت ربما برامج لتوفير أدوية لأمراض مزمنة تحديدا لأنه كان هناك نقص في السنوات الأخيرة فهل ارتفاع متوسط عمر الفرد الجزائري يدل على أن هذه المشكلة حلت بنسبة كبيرة لا شك لا شك في ذلك تحسن الظروف المعيشية وتحسن كذلك العناية الطبية ووجود الأدوية ونحن نشوف أنه مثلا في الجزائر كل الأمراض المزئنة الآن متكفل بها والأمراض ممكن أنهم يعني يسيبوا الأدوية تحهم مجانا بفضل بطاقة الشفاء كل هذه العوامل في الحقيقة لعبة دور مهم جدا في تحسن يعني متوسط العمر عند الجزائريين وهذا مهم جدا لازم نشير إليه طيب الآن أخيرا دكتور أو بروفوسور خياطي من فضلك هو عادة هذه التقارير تأخذ أيضا لتقييم أداء السياسات في الدول ومستوى التقدم الاجتماعي الاقتصادي الصحي يعني عندما نقول متوسط عمر جزائري 79 سنة هل هذا أيضا مؤشر إيجابي على التقدم الذي تحققه البلاد في السنوات الأخيرة لا صحيح هو ارتفاع معدل عمر عند الناس عند السكان مهم لأنه يعكس ربما تحسن ظروف معيشية للسكان ولكن كذلك يخلق مشاكل لأن كل ما ارتفع معدل العمر إلا وارتفعت المشاكل السحية ونحن نعرف كانت بعض الأمراض مثلا الزيمر أو بارتينتون أو أمراض أخرى اللي تمس كبار السن واللي ربما تخليهم يعني في حالة تطلب تكفل كبير من طرف المجتبع ومن طرف سنادق الزمن الاجتماعي وهذا ما يؤثر على حياتهم صحيح أنه في أوروبا أغلب كبار السن يعيشوا في فنادق خاصة بهم ولهذا رعايتهم تكون سهلة وفي نفس الوقت تقطعهم على العائلة التي حم وربما تخلق عندهم مشاكل أخرى سيكولوجية بالعكس ما هو الآن في الجزائر وإن أغلب كبار السن يعيشوا يعني في العائلة التي حم وبالتالي هذا الجانب السيكولوجي مهم جدا لازم الراعي وفي المستقبل هذا يحفظ ربما هذا كبار السن وكذلك يقدم من التبعية الصحية والدوائية شيء مهم آخر يجب الاهتمام به هو صحة والأم أيضا صحة والطفل أقصد صحة الأم والطفل دكتور قلت لك هو مرتبط أيضا بآخر العمر ومرتبط ببداية العمر مع صحة الأم والطفل وهذا مجال أيضا يحتاج إلى اهتمام خاص لا حقيقة هو في المشكل الصحي يمس الأطراف الحياة يعني صغار السن ما دون السنة الأولى والسنة الخامسة وكذلك كبار السن وكلا الجانبين في الحقيقة هم معرضون لأخطار صحية كثيرة ويتطلبون كذلك رعاية صحية في المستوى بروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية ترقية صحة تطويل البحث كنت معبر الهاتف شكرا لك شكرا باراك شكرا لك طيب نختم البرنامج بخبرين أخيرين خبر يجب أن نقف عنده وإن لم يكن هناك وقت كثير هو عن العداء الجزائري الاختصاصي في المسافات النصف الطويلة الذي يكتب التاريخ الآن جمال سجاتي الذي يظهر على الصورة هذا العداء يحقق أرقام قياسية مذهلة عالمية جزائرية شخصية بالنسبة له في كل الملتقيات التي يشارك فيها فاليوم تأهل العداء الجزائي الاختصاصي في المسافات النصف الطويلة جمال سجاتي إلى نهائي السباق 800 متر لطبعة 24 لدوري الماسي لألعاب القوى المقرر منتصف شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل سجاتي ابن مدينة تيارت 25 سنة يحقق هذا التأهل بفضل الفوزين الأخيرين في تجمعي باريس وموناكو مع تسجيله توقيتين جيدين يعدان أحسن نتيجة في الاختصاص خلال هذا الموسم ومثل ما ذكرت بعض التقارير الإعلامية العداء الجزائري جمال سجاتي يواصل كتابة التاريخ بطريقة مذهلة يتألق بشكل لافت في المظامير قبل أيام قليلة على انطلاق الألعاب الأولمبية وكان جمال قال صراحة بأن كل هذه النتائج التي يحققها إنما هي استعداد ليشارك في أولمبياد باريس أو في أولمبياد فرنسا وتعلمون أن هناك حوالي تمانية أعتقد في ألعاب القوى سيمثلون الجزائر بما فيهم جمال سجاتي الذي يحطم الأرقام الوطنية حتى ما قبل أيام الرقم الوطني في 800 متر الذي كان مع توفيق مخلوفي في ملتق الدوري الماسي في باريس قبل حوالي أسبوع حقق هذا الرقم فنتمنى المزيد من النجاح والانتصارات لجمال السجاتي وأن يكون الفوز الأكبر عندما يشارك في أولمبياد باريس ويكون يحقق ما يرجو هذا العداء الجزائي اليوم صحيفة الأيام الفلسطينية كتبت عن أنس بن عودة وهو أول لاعب فلسطيني يحترف في الدوري الجزائري قالت بأن اللاعب الفلسطيني أنس بن عودة 22 عاما عبر عن سعادته بتوصله إلى اتفاق مع نادي شباب قسنطينا الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادي الأهل الأردني حيث قرر أنس أن يحترف في الدوري الجزائري رغم العروض الكثيرة التي وصلت إليه في الفترة الأخيرة بينها عرض من نادي الزمالك المصري أنس بن عودة قال لدى وصوله الجزائر أنه سعيد جدا ويتمنى أن يكون انتقاله بمثابة بوابة لقدوم لاعبين آخرين من بلده كما أن جمهور سياسي تاقسنطينا تفاعلوا كثيرا وبإيجابية مع هذه الصفقة فمرحبا بأنس بن عودة اللاعب الفلسطيني الذي يحترف في الدوري الجزائري ومع نادي عريق وكبير مثل شباب قسنطينا هذا كل شيء في كلام مباشر الليلة حتى نلتقي في الغد السلام عليكم